أكدت الإدارة العامة للمرور أنها ستبدأ تفعيل تعديلات نظام المرور وفقا للتعليمات الواردة في قرار مجلس الوزراء وشددت إدارة المرور على أنه لن يكون هناك أي تهون في تطبيقها خاصة فيما يتعلق بالمادة 69 المعنية بمخالفة مرتكبي التفحيط حاثا الجميع على اتباع التعليمات والأنظمة المرورية حرصا على سلامتهم وسلامة مرتدي الطرق وتوقعت مساهمة التعديلات في حماية حقوق صاحب المركبة وخدمة سالك الطرق وتعزيز مبدأ السلامة المرورية وحفظ النفس والمال من العابثين